جرى بمقر عمالة إقليم طاطا تنظيم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى التاسعة عشر لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللقاء شكل مناسبة للوقوف على إنجازات وحصيلة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 خاصة ما يتعلق بصحة الأم والطفل نضمنا بعمل هذه الإقليم طاطا لقاء تواصلي حول علامة الألف يوم الأولى من حياة الطفل نظرا الأهمية التي تكتسيها خاصة في التتبع مقابل الولادة وبعد الولادة كذلك تتبع النظام الغذائي للأطفال من أجل محاربة السوء الغذية وكذلك محاربة الوزن الزائد والأمراض الناجمة عن هذه الأفتاة وعلى هامشي هذا اللقاء تم تنظيم زيارة لقافلة طبية تهتم بصحة الأم والطفل بدوار القصباب الجماعة الترابية تيسينت القافلة الطبية نظمتها اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشاركة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الجماعية والجمعية الإقليمية للنساء في وضعيتها شاشا قافلة طبية وتمريضية بدوار قصباب تيسينت حيث تم إعطاء مجموعة من الدورات التحسيسية وتكونية للساكنة والوطور الصحية وأيضا تم فحص وكشف النساء خاصة في مجال التوليد وأمراض النساء وتروم هذه القافلة التي تقدم مجموعة من الخدمات الطبية كالفحص بالصدى وتخطيط القلب تقريبا وتجويد الخدمات الطبية لفائدة الأمهات والنساء الحوامل والأطفال وذلك في إطار الاستمرار والعمل على الارتقاء بصحة الأم والطفل ترجمة نانسي قنقر